السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الله وملكتا وصلونا على النبي يا أيها الذين منه وصلوا عليه وسلم وتسلم هكلمكم النهاردة عن أدوية البرد طبعا إحنا داخلين على فصل الشتاء والبرد بقى إيه شديد وكل البيوت لازم أو كلنا يعني معظمنا بيصاب بنزلة برد فإحنا عايزين نعمل حلقات كتير كده عن البرد طبعا قبل ما ندخل المرحلة دي أو قبل ما ندخل فصل الشتاء وإزاي نحصن نفسنا وإيه هي العلاجات المفيدة والعلاجات اللي مفعلها سريع والعلاجات الرخيصة والعلاجات الغالية فكل الأدوية نشفها إن شاء الله مع بعض من داخل الصيدلين فإحنا عندنا إيه شوية أدوية كده وعلاجات وأصناف آه ممكن يدخلوا مع بعض وفيه حاجات ما ينفعش نأخدها مع بعض والحاجات الرخيصة والغالية طبعا الحاجات دي معظم نعرفها يعني مثلا عندك كينجستال عندك الكوموتريكس عندك بنادول عندك صينب الحاجات دي معروف عندك حاجة اسمها وان تو سري ده اسم العلاج عندك الكولد فري كل الحاجات دي معروفة ومشهورة ماشي بس نتكلم عنهم اسعارهم بالناس اللي ما جابتهمش قبل كده الناس اللي عايزة تجيب حاجة رخيصة الناس اللي عندها برد بسيط او بس عايز مضاد دحية وبسيط او معاه فارخص حاجة يجيبها ايه يخليها عنده في الصيدلية البيت مثلا تمام فكل الاصناف البرد اللي موجودة معانا البرد طبعا احيانا بيجي باحتقان امف باحتقان التهاب في الحل بيجي بكحة بيجي بسالم في الامف بيجي ببلغم كحة ببلغم كحة نشفة كحة جفة كحة جديدة بيجي بصداع بيجي بالتهاب في الجيوب الانفية فيعني طبعا البرد له اعراض كتير جدا لكن احنا بنتكلم عن البرد شامل كل حاجة طيب كل الادوية دي مضاد حيوي مضاد للبرد والانفلونزا والنزلات الشعبي احتقان الانف بقى والسيلان واحتقان الزور والتهاب الجيوب الانفية وكل الكلام ده او كل الاعراض دي طيب اول حاجة طبعا كنا عملنا عنه حلقة الوحدة اللي هو النايت دي طيب دي ارس ابيض مع ارس اصفر ارس الابيض صباحا ارس الاصفر مساعا هم مرتين في اليوم بس دي علبة بكام باربعة ونص باربعة جنيه ونص العلبة دي باربعة جنيه ونص فيها عشر اكراس اربعة جنيه ونص فيها عشر اكراس تمام اركن ده طبعا البنادول ده يعني مسكن مسكن قوي جدا وفعال جدا ناقص دلوقت ما شاء الله في السوق عشان البرد بقى وهو من ساعة موضوع كورونا وهو يعني قل شوية في السوق البنادول طبعا يعني امن لكل الناس امن لمرضى الضغط والسكر والحوامل وامن لكل الناس البنادول اللي ازرق العادي تمام ده كمسكن يحتوي على مادة البرس تمول ماشي اه العلبة بتاعته بستاشر جنيه فيها شارطين طيب خلي الحاجات ايه ده حاجة اسمه ديكنست الديكنست ده الشريب بتيسعة جنيه علبة فها شارطين علبة فها شارطين البرشام ده يستخدم مع البرد واحتقان او التهاب في الجيوب الانفية طيب اما بالنسبة للكونجستال والكوماتريكس اللي اتنين دول لما يكون عندك برد بصداع شديد تمام اه عدمك مكسر اه عندك اعراض البرد جديدة جدا الشارط هنا في الكوماتريكس بخمساشر جنيه علبة فها شارطين الكونجستال علبة فها شارط واحد طبعا ده لما يكون عندك برد بكحة او احتقان في الزور او عندك برد واحتقان في الانف نفس الكلام برضو تمام فالاتنين دول يستخدموا في الاعراض دي ماشي طيب طيب العلبة فيها شارطين بستة جنيه ونصف يعني الشريط الواحد بثلاثة جنيه وربح فده اعتبر ارخص حاجة في ادوية البرد مضاد جميل جدا مضاد للبرد والانفلونزا ماشي عندك حاجة اسمها مايكيلون مايكيلون ده برضو حاجة كده جميلة جدا لتخفيف الاعراض البرد والزكام والانفلونزا وكل كلام ده العلبة فيها شارطين 20 قرص الشريط يعتبر باربعة ونصف لان العلبة كلها بتسعة ونصف تمام فعندك اخي حاجة الكولد فري برضو نفس الكلام زي الكونجستال برضو حاجة كده جميلة جدا جدا للبرد طبعا دي كل ادوية البرد فانت اختار بقى اللي يناسبك اختار اللي يناسب سعرك اختار اللي انت عايزه قوي اعتبر اقوى حاجة في الحاجات دي الكوماتريكس جميل جدا جدا اللي دي قنصة برضو جميل جدا جدا فالحاجات دي كلها مفعولها سريع جدا دي كلها ادوية البرد ويعني مش كلها كلها يعني شو محدش يقول ان هي دي كلها ادوية البرد بس لا فيها حاجات تانية لو عايز اي مادة من مواد الادوية دي او مكون العلاج ده قل الاسم وانا سيبلك ايه تكوين العلاج اسفل الفيديو ان شاء الله وكل الناس اللي لسه ما تبعتش القناة والناس اللي لسه ما شاركتش في القناة يريد تشاركوا في القناة عشان نتوصلوا كل وصفات القناة والادوية والعلاجات والاشعافات الاولية والتحاليل الطبية والطوارئ وكل الوصفات اللي بنقوم بيها كل يوم بننزل فيديو على القناة سبحانك اللهم بحمدك اشهدوا ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ما تنسوش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة